أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التحليل بي الوحدة السابعة المحافظة على الموارد المائية من التلوث في هذا المقطع نتناول أهداف هذه الوحدة ماذا سوف ندرس أو نعرف من محتويات هذه الوحدة سوف يتم التعرف على مصادر التلوث المياه وهناك حوالي أربعة مصادر أساسية هي المصادر استخدام المنزلي الصناعة والزراعة ومصادر الطبيعية يعني من المنازل الاستخدام المنزلي الاستخدام الصناعي والزراعي وشيء من الطبيعة والطبيعة كالحوادث طبيعية البراكين والآخرين تأثير جودة الماء على الصحة والماء له ثلاثة آثار إذا حسبنا là немного ثلاثة آثار واحد معايير جودة الماء معايير معايير تأثير جودة الماء معايير جودة الماء لازم يكون في معايير عالية جدا لجودة الماء هناك الماء والصحة وتأثير على الصحة الماء والصحة والنمرة ثلاثة أسباب تدهور جودة الماء تأثير جودة الماء على الصحة نلخيصه فيه ثلاثة تأثير تلوز الماء على البيئة تلوز الماء يؤثر على البيئة في حوالي ستة نقاط في حوالي ستة نقاط ومنها الماء وحياة الإنسان والماء والتنوع البيولوجي والحياة الاجتماعية الاقتصادية والوسط الطبيعي والتنمية المستدامة والماء والكوارث الطبيعية المحافظة على الموارد الطبيعية وهناك حوالي أربعة نقاط التي هي التقنيات المعتادة لمعالجة المياه والتقنيات القديمة مثلا والتقنيات الحديثة المستخدمة بالنسبة لمعالجة المياه المحافظة على الموارد الطبيعية والتدابير الغانونية هذه أهم حاجة التدابير التقنية والغانونية التدابير التقنية باستخدام تقنية جيدة لمعالجة المياه والقانونية والقانونية وذلك لسن تشريع قوانين للمحافظة على الموارد الطبيعية والمحافظة على الماء من التلوث وبهذا نصل لنهاية هذا المقطع ونواصل في مقاطع أخرى إن شاء الله ولمن أراد تفاصيل أكثر المصدر هو كتاب عن المحافظة على الموارد المائية من التلوث عن طريق بنظمة الإسيسكو واليونيسكو ترجمة نانسي قنقر